عودة إلى التفاصيل التقم باوت الصين لشرق الأوسط شاي جون مع ديبلوماسيين من عدد من الدول العربية حيث أوضح شاي موقف الصين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحث الأطرف على الامتثل لقرارات الأمم المتحدة بهذا الشان ألقت المتحدث باسم الخارجية الصينية معونينغ بعض التصريحات قال جاي جون إن الأولية القصوى هي تعزيز السيطرة على الوضع تحفظين جميع التراف المعنية وخاصة إسرائيل على ممارسة أقصى درجة الهدوء ودبط نفس وتجنب اتخاذ أي اجراءات من شأنها التسعيد والتوترات وما لا يمزيد من تسعيد الوضع واستجابة لمطالب الدول العربية طلبت السن إلى جانب الامارات العربية المتحدة ودول أخرى من مجلس الأمن الدولي إجراء مشاورات طارئة حل الوضع الفلسطيني الإسرائيلي وعملت بنشاط على تحديث الوضع وحافظنا على اتصال موثيق مع الأتراف ذات صلة في المجتمع الدولي وشجعنا بنشاط محادثات السلام وقال جايجين إن الحل الأساسية لتسويت صراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وينبقي على المجتمع الدولي أن يزيد من إحساسه بالإرحاح وأن يستجيب تماما لنداء المشروع لفلسطين وأن يتخذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني